باسم تجمع نساء زنبية في منبج وريفها باسم كل النساء المقاومات إنما تمر به مناطق سوريا عامة ومناطق شمال والشرق سوريا خاصة من تهديدات وانتهاكات وأعمال إرهابية من قبل الدولة التركية التي تقوم بها بكافة الأعمال العدوانية بحق شعوب شمال والشرق سوريا المتعيشة مع بعضها البعض ضمن مشروع الأمة الديمقراطية وإدارة الشعب نفسه بنفسه من خلال الإدارة المدنية وإعطاء كافة المكونات حقوقها وحريتها والعيش بأمان واستقرار له أهداف مخططات استعمارية وهدفها الأول والأخير هو القضاء على إدارة الشعوب وعلى هذا المشروع الديمقراطي الذي أصبح شوكة في حلق الدولة التركية فمنذ تحرير هذه المناطق من تنظيم داعش الإرهابي على أيدي أبناء وبنات هذه المناطق اللواتي قاموا بكل قوة وشجاعة وقضوا على أكبر تنظيم إرهابي الذي أهب كل دول العالم وخلاص الشعوب من ظلم واستبداده وقدموا أرواحهم الطاهرة في سبيل العيش بحرية وكرامة واليوم وبعد تحرير كل المناطق وعودة الأمن والأمان ترى الدولة التركية وغيرها من أعداء الحرية أن يحتلوا أراضينا التي تحررت بدماء شهداتنا وشهدائنا والمكتسبات التي حققناها بفضل مقاومتهم وتضحياتهم ولن نسمح لأي دولة أن تقضي على هذه المكتسبات وزعزعة الأمن والاستقرار فنحن نساء مدينة منبيج بكافة مكوناتها سنكون الدرع الحامي لقواتنا العسكرية المتمثلة بالمجلس العسكري الذي يسهرون في برد الشتاء وحرارة الصيف لكي يحمونا ويحموا بلدنا من أي هجمات نتعرض لها وسنساندهم ونقدم لهم المساعدة والدعب لأن هذا واجب وطني علينا جميعا وقواتنا هم فخر لنا وشرف لنا ولن نتراجع عن خيارنا ألا وهو المقاومة أو المقاومة مع قواتنا الذين هم من أبنائنا وبناتنا عاشت قوات سوريا الديمقراطية عاشت مقاومة الشعوب الحرة عاشت مقاومة المرأة الحرة عاشت قوات سوريا الديمقراطية عاشت قوات سوريا الديمقراطية عاشت قوات سوريا الديمقراطية